بعد أن كان الغني بالأنهار والإنتاج الزراعي أصبح العراق بلاد الرافدين مذبوحاً بالتصحر الذي أكل بحسب تقارير رسمية ما نسبته 71% من الأراضي المروية وهي أعلى من نسبة التصحر في تركيا ولبنان وسوريا وفي اليوم العالمي للتصحر الذي يصادف السابع عشر من حزيران تطالب الأصوات الخبيرة في البيئة والمناخ بضرورة إنقاذ البلاد من خطر الجفاف أكبر تحدي بيئي في البلاد وهناك عوامل طبيعية وبشرية تسبب التصحر في العراق مثل المناخ الجاف والحار عن خفاض نسبة تساقط الأمطار والرياح السائدة والتغير المناخي والتلوث النفطي والفساد وغياب السياسات والخطط الحكومية الفعالة قد أثر سلباً على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغدائي والمائي التصنف الأمم المتحدة العراقة من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بتغير المناخي في العالم بحين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة من أراضيه مع تراجع الأمطار استفحل الجفاف والتصحر بقوة في السنوات الأربع الأخيرة ما دفع السلطات إلى الحد بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعة بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة على نغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمنظمات المعنية للحد من هذه الظاهرة مثل إطلاق مبادرة وطنية لزراعة المناطق الصحراوية بأشجار مقاومة للجفاف والملوحة وإقنار مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة ملوحة نهر الفرات وإنشاء حزام أخضر محاذي للطريق الدولي إلا أن هذه الإجراءات في معظمها بقيت حبراً على الورق ولم تأخذ الاهتمام الحكومي الكافي والمرادف لخطورة هذه الظاهرة حيث أجبرت أكثر من 12212 عائلة على نزوح بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية بحسب تقرير نشرته مؤخراً منظمة الهجرة الدولية في آذار الماضي